بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنيئة إلى جلالة الملك فليب ملك مملكة بلجيك الصديقة عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تهني بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمني سمو رعاه الله لجلالته منفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار بعث سمو للعهد شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنيئة إلى جلالة الملك فليب ملك مملكة بلجيك الصديقة ضمنها سمو خالص تهني بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمني سمو لجلالته منفور الصحة والعافية كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنيئة مماثلة